برحب حضراتكم مشاهدين وأهلا بكم وبنتابع فقرات مصر جميلة على الهواء مباشرة زي ما يمكن بنتكلم أو تكلمنا مع حضراتكم في المقدمة النهاردة بنقدم لحضراتكم النسخة العشرة أو الدورة العشرة من مهرجان التوبول التوبول من أجل السلام هو العنوان هذه الدورة وزي ما يمكن احنا هنا تابعنا في مصر جميلة على مدى دورات هذا المهرجان نحن نقدم ونلقي الضوء على هذا المهرجان زي ما بنقول دايما أنه الثقافة والفنون هي أقرب الرسائل المهمة جدا ما بين الشعوب هي لغة التواصل هي اللي بتبقى على مدى التاريخ ومدى الأجيال وبالتالي النهاردة بنلقي الضوء على هذا المهرجان اسمحوا لي أرحب بضفت وضفت حضراتكم أرحب بالأستاذة سهام إسماعيل المدير التنفيذي لمهرجان التوبول أهلا بحضراتكم أهلا وسهلا مبروك الدورة العشرة دعواتك لسه نقيم المهرجان إن شاء الله بداية من يوم 27 مايو إن شاء الله هو المهرجان الدولي للطوبول والفنون التراثية الدورة العشرة برعاية وزارة الثقافة المصرية الدكتورة نيفيني الكلاني وبالتعاون مع وزارة السياحة والأثار التنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب مؤسس ورئيس المهرجان طبعا الفنان انتصار عبد الفتاح طبعا لما نجي نتكلم على هذا المهرجان عدد الدول المشاركة أدقي والله عادة المهرجان ده كان ليه مشاركات كبيرة جدا على مدار الدورات اللي فاتت ولكن نظرا كل سنة بيبقى فيه صعوبة شوية نظرا لظروف العالم كله يعني فالسنادي الحقيقة فيه الثقافات متعددة مشتركة في المهرجان ولكن الدول اللي جاي من الخارج حوالي أربع دول وبالنسبة لمشاركة فرق السفارات الأجنبية اللي موجودة في القاهرة فعندنا طبعا حوالي 12 ثقافة مختلفة مشتركين بالإضافة للفرق المصرية المتنوعة يعني طبعا عندنا على سبيل المثال يعني من الدول المشاركة اليونان بين جلديش الهند الجزائر فلسطين اليمن الحقيقة فيه ثقافات متعددة جميل لما نجي نتكلم على عنوان هذه الدورة المهرجان هذا أو العنوان الطبول من أجل السلام تكلميني من فضلك عنه هو حوار الطبول من أجل السلام ده الشعار الدائم للمهرجان ولكن ليس لهذه الدورة فقط يعني ولكن حوار الطبول من أجل السلام ده شعار المهرجان فلسفة ده شعار الدائم للمهرجان الفنان صرب للفتاح لما اختار أنه يعمل مهرجان للطبول معروف أن الطبول لغة حربة مش لغة سلام فإزاي تتحول من خلال الفن ومن خلال التواصل مع الثقافات المختلفة إلى لغة سلام هو ده الحقيقة الجميل في الموضوع وأيضا التواصل الإنساني بين الشعوب يعني الثقافي والإنساني ده من أهم العناصر الأساسية للمهرجان طبعا المهرجان ده ليه مهرجان الطبول بالذات الحقيقة المهرجان ده مصدر سعادة وبهجة بالنسبة للجماهير المصرية والله والأجنبية عايزة أقول لحضرتك الفرق الأجنبية اللي بتشارك في المهرجان يعني عايزة أقول لحضرتك بيخرجوا من خشبة المصر في الساحة عايزة بيفضلوا يرقصوا يغنوا عندهم حالة بهجة وسعادة غير طبعية الحقيقة الإقاع بشكل عام هو إقاع الحياة كلها يعني مش إقاع الطبول بس ولكن لكل بلد لها فلسفتها في تناول التراث بتاعها ومنها لغة الطبول يعني فيه مثلا بلاد مشاركة تراثية ما فيهاش طبول ولكن بتقدم التراث الشعبي بتاعها أو يعني الموروس بتاعها زي مثلا اليونان يعني مش فرقة إقاعية مش فرقة طبول ولكن بيقدموا الرقاصات الشعبية التراثية بتاعتهم بينجلا ديش فرقة طبول ممتازة سندي معنا الهند رقاصات هندية في الكولور الهندي فهي الحقيقة ثقافات متنوعة عشان كده هو الطبول والفنون التراثية لكل الثقافات المختلفة ده مهمة أوي كمان بنتعرف من خلال هذه المهرجانات على ثقافة هذه الشعوب وحضرها هنا كمان بيدينا رسائل مهمة جدا سواء للداخل أو للخارج كلمين عن أهم الرسائل بتتمنوها هذا العالم هو فلسفة يعني الرسالة الحقيقية اللي بيقدمها هذا المهرجان وبيحرص عليها الفنان انتصار عبد الفتاح هي التواصل الإنساني والفني بين الشعوب والحوار الثقافي يعني إيه الحوار الثقافي يعني الفرقة كلها بتبقى مجتمعة على المسرح مع بعض حضرتك ما بتبقاش قادر تميز مين الهند مين مصر مين بين جلدش مين اليونان مين أي ثقافة أخرى السمسمية بتاعتنا كل هذه الثقافات على المسرح إزاي الفنان انصار عبد الفتاح بيعمل حوار فني بين كل هذه الفرق مع بعض وفي الآخر بيبقى فيه هارموني بين كل هذه الثقافات الإيجابيات المهمة جدا اللي انتوا لحظتوها ومجموعة أيضا من السلبيات اللي انتوا بتتغضوا طبعا عنها في الدورات الجديدة بتاعتكم مكلمين عن إيجابيات وسلبيتها طبعا الإيجابيات والمميزات كتيرة جدا منها طبعا إزاي بنصدر الصورة الفنية والثقافية المصرية للعالم من خلال الأماكن التاريخية اللي احنا بنقدم فيها فعاليات المهرجان زي مثلا الصور الشمالي بجوار باب النصر اللي هو هيتقام فيه الفعاليات السنة دي يقوم فيها الفعاليات الافتتاح والختام والفعاليات في النصر أيضا ده شارع المعيز آخر شارع المعيز من ناحية باب النصر لا مش جوه الشارع بره الشارع بجوار باب النصر عشان مكان ليه صور وليه بوابة فده مهم جدا برضه عشان تابع منطقة رائعة وعلى فكرة في الدورات السابقة بداية المهرجان كان بيحصل كرنفال في شارع المعز كله بكل الفرق المشاركة وده كان في الساحات المفتوحة ولكن من بعد كورونا بقينا في الأماكن المفتوحة أيضا ولكن لها إطار محدد نظرا لأي مشاكل فعندنا الأماكن الحقيقة اللي بتقدم فيها المهرجان ده بيصدر كمان صورة مصر التاريخية والسياحية إزاي إن إحنا ننشط سياحة بلدنا زي ما بنون مصر جميلة لازم إن إحنا نبين المظاهر الجمال في الأماكن بتاعتنا التاريخية بنلقي الضوء من خلال المهرجان على هذه الأماكن الجميلة اللي بتساعد في تنشيط السياح من ضمن الأماكن أيضا بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية الحديقة الثقافية بالحوض المرسود في السيدة زينب التابع لوزارة الثقافة مكان بديع أيضا معمول بطراز برطو تاريخي وهو حديقة كمان في بؤرة شعبية جدا المهرجان وسيسهم هيقام بس في المنطقة بتاعت باب النصر في شرح المعيز ولا ممكن يتنقل على مدى الدورة بتاعته؟ نحن الحقيقة كنا بنقدمه الأول في مسرح بيئر يوسف في القلعة الدورات السابقة دي أول دورة للطبول في الصور الشمالي الافتتاح والختام لكن التسع دورات كانوا في قلعة صلاح الدين في مسرح بيئر يوسف نظرا لأن القلعة بقت استثمارية دلوقتي ما نقدرش ندفع التأجيل بتاع المكان فبالتالي انتقلنا إلى الصور الشمالي وأيضا فيه إجراءات برضو إيجار وكده ولكن أبسط بالنسبة لنا نقدر عليها عشان نقدم في المكان نقول دايما أنه الفنون هي غزاء روح الشعوب بالضبط وبالتالي الشعوب دي فيه جزء كبير منها ما بيقدرش على تمن التذكرة جديدة أو أنه هو ممكن يروح فعالية فنية هو بيشوفها في الشارع موجودة والحقيقة ده مش مستحدث عندنا بس ده موجود على كافة أنحاء العالم تشوف المهرجانات في الشوارع بيحضرها كل المواطنين بشكل مجاني تماما بيكونوا سعداء بيعلموا أولادهم وده هتفرق قوي مش كل حاجة هو احنا هندخل كم لا هو هندخل كم دي بقت هو ده المطروح دلوقتي ولكن طبعا لكن احنا أرجو ان احنا هندخل كم في حاجات تانية أرجو ان ده ما يقصرش على المنتج الفني اللي بتعمل الشعبي يعني سيدة 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 كمان عايزة ضيف مع حضرتك انه خدوا بالكم انه رسالة الاطمئنان والأمن دي رسالة تساوي كتير قوي وفلوس كتير قوي انها تصدر للعالم حجمه شكل الساحات اللي موجودة المختلفة الأثار المكان اللي بيقام فيه المهرجان كل ده لا يقدر بتمن وبالتالي احنا نهاردة يعني ننتهج او نتمنى انه يكون عندنا نهج حقيقي انه صورة بلدنا تلف العالم كله في مثل هذه المهرجانات عايزة اتكلم على غالبا المهرجانات التراثية وانا بكمل بس في الجزئية دي ان طبعا الدخول مجانا لكل الجماهير يعني دي بتتعامل خدمة ثقافية من خلال وزارة الثقافة ومن خلال مؤسسة حوار ان دي خدمة ثقافية للناس من غير مقابل ترتشوف وتتفاعل مع الحاجات الجميلة اللي احنا بنقدمها جميل اروح للا دايما المهرجانات التراثية والفنون الشعبية والفولكلور اللي هو الحفاظ على القديم وهوية هذه الشعوب طبعا النهاردة في ظل التكنولوجيا وفي ظل العولمة وفي ظل العالم الواحد بيتداخل بعض من التكنولوجيات في عرض هذه التراثات شايف ده ازاي وشايف هل هو اضاف ولا انتوا بتحاولوا كقائمين على مثل هذه المهرجانات التراثية انكوا تحافظوا عليها بشكلها ده هو طبعا هو التراث تراث يعني هو مهما كانت فيه تقدم وتكنولوجيا في نواحي اخرى ولكن النواحي دي الحقيقة احنا حارسين على ان احنا بنقدم التراث زي ما هو ولكن بتناول فني بشكل جديد ومشوق بالنسبة للجماهير فهي دي المعادلة الصعبة ولكن هو البيز اللي احنا بنتحرك من خلاله يعني واحنا لو ما عندناش يعني تراثنا ده لو مش جوانا واحنا متربيين عليه كلنا احنا اللي مالوش اساس والجزور مش هيبقى ليه مستقبل صحيح مستمر ما حضرتك في لغة التكنولوجيا ايوه اتكلميني عن صفحة المهرجان وكلميني عن زائري هذه الصفحة اهم التعليقات يعني طبعا عايز ااكد على الالتوسز هام انه المهرجان مجانا ومفتوح لجميع لكل المواطنين يقدروا يروح يشوفوا هذا المهرجان هتتبسطوا بجد يعني صحيح انه حاجة بديعة بجد كلميني عن الصفحة وعن التفاعل على المهرجان صفحة مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب على الفيسبوك فيها طبعا مشاركات كتير جدا والناس تساؤلات كتير جدا لو حد عن الناس لأول مرة مثلا بيشوفوا المهرجان فيه دوارد يعني ولكن هو الحقيقة مهرجان شعبي جدا عايز اقول لحضرتك بيبقى فيه اكتر من 3000 متفرج في الافتتاح الفعاليات كلها الاماكن كلها بتبقى مليانة على اخيرها فدي حاجة جميلة جدا جزء مهم جدا انه احنا نتابع الجديد دايما في هذه الصفحات وده بقى سهل بالنسبة لنا خلاص ده صحيح صفحة بتعلن عن المهرجان عن وقته عن عن الاماكن وعن الجدول وعن جدول العروض دايما بنزل الجدول في النهاية عشان الناس بعرفة الاماكن دي كل مكان فيه كذا فرقة دايما الاربع تيام فعاليات اللي في النص كل مكان بيبقى فيه اربع فرق كل فرقة بتقدم تلت ساعة البروجرام كله ساعة ونص في كل مكان من الاماكن الناس بتحب تختار بقى يعني مثلا انا هروح النهاردة الصور الشمالي عشان فيه فرق انا بحبها فيها هتروح ساحة الهناجر عشان فيه فرق معينة انا عايزة تابعها برنامج بتاعه كله مش متشاف فالفعاليات الحقيقة بتتيح الفرصة للجمهور ان هم يشوفوا اكبر قدر ممكن من البروجرام اه بالزبط فده الحقيقة الميزة ولكن دكتوران صار بيشواءهم الاول في الافتتاح كده بيعرفهم على الفرق يعني من خلال الورشة وبعد كده بقى تعالوا ورانا في كل اماكن العروض يا جماعة يلا يلا بينا نروح نتفرج يعني كلنا ايه اكتر الحاجات عن نسخة عن التانية عن اللي بعدها حبيتوا ان انتوا تضيفوا للنسخ دي وايه الجديد في النسخة بتاعت هزا المهرجان هزا العالم عايز اقول للحضرتك هو ده السؤال ده يعني بتكرر كتير يعني مساءات ايه يعني ايه بس بيتكرر بطريقة حضرتك بتعملها بطريقة لطيفة جدا في بعض الناس بقى متربصين ايه الجديد بقى انت كل سنة نفس الفرق يعني كده فهي الموضوع مش كده برضو هي الموضوع ان كل سنة حتى لو نفس البلد مشاركة ولكن بفرقة اخرى صحيح وليها شكل تاني وطريقة تانية وفننين جدات بالضبط وبوضيفوا كمان نوع من انواع الازياء نوع من انواع الطبول وما الى ذلك بالضبط لفرقة حتى لو من نفس البلد بتشارك مرة اخرى ولكن بشكل تاني فدايما في جديد يعني دايما كل دورة لازم بتلاقي جديد انا كمان سؤالي اصدي بالجديد هنا انه في بعض الثقافات ممكن تكون مكادش موجودة في الدورة دي اللي فاتت فاحنا بندعيناها لهذه الدورة طبعا مع الاحداث العالمية وصعوبة الوصول وما الى ذلك ده حقيق او ضيف لمسة جديدة زي يجي يقولك ايه مفاجئة هذا المهرجان ايه بقى المفاجئة السنانية مفاجئة ازياد دورة ايه بقى بالضبط والله في مفاجئة ودكتور انتصار دايما على المسرح ما حدلوا مفاجئات يعني باستمرار كل دورة بيبقى فيها مفاجئة جميل فهم استنونا الجمهور بتاعنا يستنى المفاجئة بتاعت السنانية دي ان شاء الله بإذن الله ولازم نقول لفتتاح يوم 27 مايو عشان الناس تعرف احنا كل على صفحات الناس الفيسبوك الساعة 9 مساء بس الحضور من 8 ونص تتوجهوا حضراتكم لباب النصر في شارع المعز هتشوفوا حاجة او حالة من الابداع الجميل لهذا المهرجان اللي انتوا هتطلعوا بجد مودكم اتغير شفتوا حاجة جديدة حاجة ممتعة شكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا بسي شكرا شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا بكرا ان شاء الله لتقع بحضراتكم على ألف خير الى اللقاء شكرا